ومنطقيين لا في حاجات كتير جدا محتاجين نشتغل عليها في الفترة اللي جاية ولكن في النهاية بداية قوية جدا وعظيمة جدا للأهل في مشواره وخصوصا انه البطولة في دول 32 لم تخلوا من مفاجأة وتعالنا نستعرض مع حضراتكم دول 32 16 مواجهة اللي تبعناها في بطولة أفريقيا والنتائج اللي كان فيها مفاجأات كبيرة جدا وخصوصا بالنسبة للكبار في بعض الكبار ترنحوا ومهددين مهددين لو ما قدروش يصححوا أو ضحهم من الخروج من المسابقة مبكرا المريخ السوداني في مواجهة أهل ترابلس في السودان قدر يحقل نتيجة جباية ويكسب 2-0 يانج أفريكنز اتعادل مع الهلال السوداني بنتيجة 1-1 اسكوكارا من توجو خسر على ملعبه بنتيجة 2-1 من شبيبة القبائل جمعية نجليك خسرت على أرضها وخسر على أرضه بنتيجة 2-0 من الرجاء الرياضي المغربي كيبتاون جنوب أفريقيا خسر على أرضه بنتيجة 3-0 من باترو أتلاتكو الأنجولي فيبراس من أغاندا اتعادل 0-0 مع مازينبي ممثل ألكونهو والاتحاد المنستيري طبعا التونسي خسر 0-1 أمام الأهلي على أرضه وفي ملعبه وسط جمهور لاباس من سيشال شال أتقل هزيمة مبارح من ماملدي سانداونز جنوب أفريقيا على أرضه خسر بنتيجة 7-0 وتدع تقول أنه سانداونز من بداية البطولة بيكشر عن أنياب ريفرز ينايتد كسب طبعا ممثل نيجيريا كسب 2-1 الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب وكده الوداد محتاج يكسب في ملعبه طبعا عشان يواصل مشواره يتأهل لدوري المجموعات بلاتون يونايتد نيجيريا قدر كمان يكسب الترجي التونسي بنتيجة 2-1 والوداد والترجي عندهم موجهتين في منتهى الصعوبة في مباراة العودة تريميرو ديوجستو الأول من أغسطس الأنجولي خسر بنتيجة 1-3 على ملعبه من سيمبا التنزاني أسيك مموزا خسر برضو على ملعبه من هورياو كناكري الغيني بنتيجة 1-0 وديجوليبة المالي كسب 2-1 على حساب الشباب الرياضي بلوزداد وفلامبوا البوروندي طبعا خسر في مباراة الزهاب اللي بتعتبر يعني على أرضه بس هي على أرض طبعا الزمالك بنتيجة 1-0 دي كانت نتيجة الدرس الـ 32 في بطولة دوري الأبطال وطبعا اللي بيودع البطولة دي بيترحل على طول على بطولة الكونفيدرالي عشان يواصل المشوار هنا